اشتركوا في القناة من برنامجكم العربي الرياضي ونبدأها بالعنوين كالعادة احنا نتوجه لكل العالم ان يجي شوف هاي الانصرية الفاشية اللي تمارس بحق اللعب الفلسطين جبريل الرجوب يدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الرياضيين الفلسطينيين عملية بيع نادي ميلان تتأجل وأنباء عن اتمام صفقة قبل أيام من موعد إغلاق المركاتو الصيفي في خطوة تاريخية اللجنة الأولمبية الدولية تقرر تشكيل فريق من اللاجئين المشاركة في أولمبيات ريو دي جانيرو وأيضا في العرب الرياضي آخر الأخبار الرادية كالعادة مع زميل ميشيل سعد خلونا رحب بيضفنا النهاردة نجم الكراءة المصرية السابق والمحل الفني الكابتن هايثم فاروق لعب المنتخل المصر سعد أبو جودك معنا دايما إن شاء الله كالعادة نصد البداية من الأراضي الفلسطينية حيث تودع جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم المجتمع الدولي للتدخل الوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الرياضيين الفلسطينيين جاء ذلك عقب منع تسعة من لاعبين من شباب خان يونس من خوض إياب نهائي الكأس وتأجيل المباراة إلى موعد لحق حجز اللاعبين والإداريين بما في ذلك رئيس النادي على مدار 12 ساعة في غرف أشبه ما تكون بالكونسنتريشن كامبس اللي عملوها النازين في أربعينات القرن الماضي على حجز إيرز لا تهوي لا شرب لا أكل وإرهاب الجنود بأسلحاتهم وبالسنتهم البذيئة أوكي وتحقيق قائم على محاولة جمع معلومات عن الأسرة وعن العشيرة وعن الجيران وعن البلديات وعن 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 من لعبين وإحنا نتوجه لكل العالم أنه يجي يشوف هاي الأنصرية الفاشية اللي تمارس بحق اللعب الفلسطيني كابتر نايسم يعني الحقيقة تكلمنا عن الأمر ده ويمكن كنا بنتكلم عن تأجيل المباراة لوقت لاحق وده يمكن أقل موقف حصل مع الرياضين الفلسطينيين نحن بنشوف كمان منع اللعيبة لتمثيل المنتخب الفلسطيني والربط ما بين الضفة وغزة الحياة أشعر بأسى وحزن شديدين الحياة وأنا بسمع هذا الكلام الحياة لأننا حكينا بالأمس عن هذا الموضوع واجد فيه عنصرية فعلا زي ما قال جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني وقل القدم هو راجل له اتصالات وله الحياة مدخلات كثيرة جدا وعنده علاقات وصدقات أنا شايف أن الحياة ما يمارسه النظام الصهيوني هو نوع من العنصرية لأن أبسط حقوق الإنسان الرياضي أنه يمارس الرياضة اللي هو منشغل بيها أو بيمتهنها إنما أن تحجز تسع العبيب عن إداريين مع رئيس النادي في ظروف غير آدمية أعتقد ده منتهى منتهى العنصرية من سلطات الكيان الصهيوني طيب هل أنت شايف أن كان كان الاتحاد الفلسطيني كان قام بدور كبير جدا في الكونجرس الخاص بالفيفا في الضغط على إسرائيل بإعلان الأمر فيه وبعد كده تراجع جبليل رجوب نتيجة ضغوط معينة تعرض لها يعني أنت شايف أنه كان من الخطأ أنك أنت تتراجع في الأمر لا 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 لابد من استمرار لابد من عدم التراجع لأن إحنا عارفين أن الكيان الصهيوني سياساته قمعية سياساته عبارة عن عمل حصار على الشعب الفلسطيني رياضيا وسياسيا واقتصاديا فلابد الحياة يكون فيه ضغط أكتر من كده حتى تنفرج الأزمة أكيد هرجع لك تاني كابتن هايسن بس خلنا نروح لفلسطين مع الناطق الرسمي باسم الاتحاد الفلسطيني تايسير نصر الله سيد تايسير أهلا بك معنا وممكن إحنا كان لنا تواصل معاك في الأمر الخاص باللعبين وانتقال اللعبين هل مستمر الضغط وبعدين لغاية إمتى وإيه رد الفعل بالنسبة للاتحاد الفلسطيني أو الرياضة الفلسطينية أهلا بكم هناك جنون إسرائيلي واضح نجاح نقادة الجمعية العمومية للاتحاد الفلسطيني لقرة القدم وإقرار التعديلات الخاصة بالنظام الأساسي للاتحاد يعني أغضب الإسرائيليين ووصول بعثة التحقيق الدولية المنبثقة عن الفيفا برئاسة توكيو سيكسويل الجنوب إفريقي ووصولها إلى غزة وإلى الضفة يعني أيضا هذا الأمر أقلق الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية والاتحاد الإسرائيلي لقرة القدم فلذلك بدأوا يعني منذ فترة ولكن هذه الفترة زادت وتيرة الإجراءات العنصرية ضد الرياضة الفلسطينية وما جرى يعني فريق أهل الخليل عند ذهابه إلى غزة للعب مع شباب الخليل على بطولة كأس فلسطين وعادت أربعة لاعبين إلى الضفة الفلسطينية وبعد ذلك عندما جاء نادي شباب خان يونس بنفس الأمر بل أصعب من ذلك حيث تم عادة عدد أكبر وتم احتجاز اللاعبين والإداريين لساعات طويلة واستجوابهم وتفتيشهم وإذلالهم يعني وفي النهاية إسرائيل في هذه الإجراءات تتدخل بشكل مباشر في الكرة الفلسطينية كرة القدم وفي الرياضة الفلسطينية سيد تأسير مما جعل الاتحاد الفلسطيني يقرر تأجيل المباراة سيد تأسير والضغط باتجاه عادة اللاعبين من جديد سيد تأسير يعني طبعا طبعا أنا عايز أسألك على أن كتير من الناس وبي طلبوا سواء في الحق أو في الباطل أن عدم خلط الرياضة بالسياسة رغم أن الأمر بالنسبة لي فلسطين وإسرائيل هي مش خلط السياسة بالرياضة إنما هي قضية قضية وطن عربي وقضية شعوب العربية كلها ضد إسرائيل بس أنا بتكلم على أن ليه الفيفا ما تدخلش في عدم الخلط ما بين الأمور السياسية والأمور الرياضية يعني الفيفا شكل هذه اللجنة لجنة التحقيق وهي لجنة رياضية بحتة ليس لها علاقة بالسياسة وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي يعني هي جزء من سياستها ضد الشعب الفلسطيني يعني قطاع غزة محاصر التنقل بين الضفة وغزة أيضا تخضع لجراءات معقدة جدا ومن الصعب أن تحصل على تصريح وعندما تعطي إسرائيل تصريح لهؤلاء اللاعبين ويدخلوا إلى معبر إيرز نقطة الحدود بين الضفة وغزة يعني ترتكب هذه الجرائم بحق اللاعبين وتعيد الجزء الأكبر منهم فلذلك يعني هذه هي سياسة إسرائيلية وأعتقد أنها معركة يعني مفتوحة لأن تأخذ جانب رياضي ولكن بالوجه الأساس هي يعني حكومة عنصرية تدعم يعني هذه الإجراءات وهناك أمدية في المستوطنات ما زالت تلعب عفوا المقاطعة بس سؤال سريع يعني هل كان من الخطأ عدم الضغط اللي حصل من الاتحاد الفلسطيني في الكونغرس الخاص بالفيفا أنه كان لازم يستمر إلى النهاية لأن بعد تراجع الواء جبريل الرجوب نتيجة ضغوط معينة كان مفروض أنه يضغط أكتر يعني لم ينتكن الأمور ناضجة لدى الفيفا وكونغرس الفيفا في ذلك الوقت وكنا نخشى فعلا أن لا تصوت يعني الأغلبية باتجاه طرد إسرائيل ولكن الآن الممارسات الإسرائيلية يعني ظاهرة للعيان ولا أحد يستطيع أن يدافع عنها ولذلك الأمر مازال مفتوح ونحن في معركة مع الاحتلال الإسرائيلي ومع الإجراءات التي تقوم بها بحق الرياضة وأعتقد أننا يعني لدينا خيارات كثيرة الآن نخوض حملة إعلامية شرسة بحق يعني ضد إسرائيل وضد ما تقوم به بحق الرياضة الفلسطينية خطبنا الفيفا والاتحاد الآسيوي والاتحاد الأوروبي وكل الاتحادات نقوم بهذه الحملة الآن هناك تقرير سيقدم توكيو سيكسويل للكونغرس الفيفا أعتقد في شهر أكتوبر القادم وهذا التقرير أمل فعلا أن يتم اتخاذ إجراءات خقيقية رادعة بحق إسرائيل التي تعيق هذه النهضة الرياضية الفلسطينية سيد تيسير نصر الناقض الرسمي بإسم الاتحاد الفلسطيني شكرا جزينا على وجودك معنا خلنا نروح لقولة سريعة مع أبرز الأخبار الرياضية مع زميل ميشيل سعد شكرا كابتن نادر وأهلا بكم في هذه الجولة الرياضية التي نبدأها بأخبار كرة القدم العربية حيث أعلن نادي أهل جدة السعودي تجديد عقد مهاجمه السوري عمر السومة حتى عام 2020 وكان السومة قد توجب لقب هداف الدور السعودي في الموسمين الماضيين كما لعب دورا محوريا بتحقيق الأهل لقب دور عبداللطيف جميل لأول مرة منذ 22 عاما أحال اتحاد الكرة القدم الأردني ملف التسجيلات الصوتية المتعلقة برئيس نادي الوحدة طاريخ خوري إلى اللجنة التأذيبية وكان تسجيل صوتي قد انتشر في الأيام الماضية على الإنترنت يتحدث فيه خوري عن تقديم مكافآت لأندية أردنية للفوز على فرق أخرى مما سهل من مهمة الوحدات بالتتويج بلقب الدوري تغلب باريس سان جرمان على ليستر سيتي برباعية نظيفة ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية وبهذا يحافظ بي اس جي على سجله الخالي من الهزاء في المباريات الودية بعد فوزه قبل ثلاثة أيام على الريال مدريد بثلاثة هداف لهدف وحيد أعلن نادي بوردو عن توصوله الاتفاق لضم المهاجم الفرنسي جيرمي مينيز من نادي ميلان الإيطالي وكان مينيز قد قهب لفترة طويلة الموسم الماضي بدع الإصابة حيث لم يشارك مع ميلان سوى في مبارتين فقط أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم أن كل عضاء اللجان الرياضية التابعة للاتحاد قد استقالوا من مناصبهم وجاء هذا القرار في ضوء التحقيقات الأمنية التي خضع لها بعض الأعضاء عقب الانقلاب الأخير في تركيا توجى البريطاني كريس ميك بلقب رالي فنلندا المرحلة الثامنة من بطولة العالم للغاليات وجاء تتوج ميك عقب احتلاله المركز الأول متقدما على مطارده المباشر ياري لاتفالا بفارق 29 ثانية أما المركز الثالث فذهب للإيرلندي كريك بين عزز البريطاني لويس هاملتون من صدرته للترتيب العام عقب فوزه بجائزة ألمانيا الكبرى للفورمالا 1 ونجح هاملتون باحتلال المركز الأول متفوقا على سائق ريد بول دانيل ريكاردو الذي حل ثانيا أما الألماني نيكو روزبرغ الذي بدأ السباق في المركز الأول فقد أنهاه في المركز الرابع ختام جولة الرياضية عودة إلي كابتن نادر أشكرك ميشيل شكرا جزيلا برنامج العرب الرياضي ما زال متواصل معكم وفيه بعض الفاصل في خطوة تاريخية اللجنة الأولمبية الدولية تقرر تشكيل فريق من اللاجئين للمشاركة في أولمبيات ريو دي جانيرو في خطوة تاريخية قررت اللجنة الأولمبية الدولية تشكيل فريق من اللاجئين للمشاركة في أولمبيات ريو دي جانيرو الذي ينطلق بعد أيام قليلة تفاصيل أكثر في التقرير اللي جاي أزمات سياسية عدة وحروب شهدتها البشرية في العقود الأخيرة لعبت الرياضة خلالها دورا مهما في التخفيف من حدة وطأتها من ضمن هذه الأزمات أزمة اللاجئين التي بادت تؤرق العديد من دول العالم المستضيفة لهم لما فيها من تحديات كثيرة لحكوماتها وعوائد سلبية على اقتصادات تلك البلدان قضية اللاجئين لم تعد أزمة عابرة إذ أن أعدادهم في تصاعد حسب الأرقام الصادرة من المنظمات المختصة التابعة للأمم المتحدة أمر دفع اللجنة الأولمبي الدولية إلى تشكيل أول فريق من اللاجئين في تاريخ المنافسات للمشاركة في أولمبيات ريو دي جينيرو التي ستنطلق الإسبوع القادم من أجل توعية المجتمع الدولي لما يحدث للاجئين من مآسي عشرة رياضيين من سوريا وجنوب السودان وأثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية عاشوا معاناة لا يمكن وصفها مضطرين للهرب من العنف الذي تعرض له في بلدانهم تم اختيارهم للمنافسة تحت الراية الأولمبية من بين هؤلاء الرياضيين ستكون السباحة السورية يسرى مردي المقيمة في ألمانيا أبرز من يمثل الوفد لحكايته التي يعجز العقل عن تصديقها حيث اضطرت ابنة الثامنة عشر عاماً إلى السباحة لمسافة طويلة في عرض البحر من أجل البقاء على قيد الحياة والوصول إلى بر الأمان إنه شعور رائع أن أشارك في أولمبياد ريو دي جانيرو جميع أعضاء الفريق يمتلكون عزيمة لا تصدق لقد مررنا جميعنا بلحظات صعبة في بلادنا نحن هنا في البرازيل المنافسة ولدينا طموح المشروع أول دفعة من وفد اللاجئين مكونة من خمسة رياضيين من جنوب السودان مقيمين في كينيا كانوا قد وصلوا إلى ريو دي جانيرو يوم الجمعة الماضي كما وصل بقية أعضاء الوفد فيما بعد إلى المدينة التي سرحت ضمن منافسات هذه النسخة التي ستدخل التاريخ من أوسع أبوابه ليس فقط لأنها ستقام في قارة أمريكا الجنوبية لأول مرة إنما لتسييد منتخب اللاجئين للإنسانية لكل ما تحمله الكلمة من معنى كابتن نايدل من أعظم القرارات الإنسانية اللي سمعتها في الفترة أخيرة وخطوة رائعة بدون أدنى شك لأن إحنا شايفين عدد الحروب وعدد الكوارث اللي في كل أنحاء العالم وبالتالي بيزيد عدد اللاجئين فمعنى أن إنت تعمل منتخب أو فريق للاجئين سيكون شيء عظيم جداً وسمعنا كمان أنه ممكن يكون أول فريق أو أول منتخب يدخل فيه الأستاذ الأولمبي عند بداية الدورة الأولمبياء قبل الدورة الدولة المنظمة أعتقد ده شيء جميل جداً وزي ما بقولك من أعظم القرارات الإنسانية اللي سمعتها أكيد كابتن عيسان فاروق أنا أشكرك شكراً جزيلاً الحقيقة دائماً بيكون سعداء ودائماً إن شاء الله تكون معنا في العرب إن شاء الله بارك الله فيك شكراً جزيلاً أشكرك أعزائي المشاهدين على متابعتكم إن شاء الله نتقابل في حلقة جديدة من برناماتكم العربي الرياضي إلى اللقاء شكراً جزيلاً